السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا ومرحبا بكم مع هذا القبر لذلك تحدث عن السباح للفنان سعد الفهد بدخول الكويت لماذا يدخل الفنان سعد الفهد الكويت بعد قروج منها من عشرين عاما هو السباح طبعا وفاة والدته رحمة الله عليها وكان مجموعة من الكويتيون قد طلبوا وزير الداخلية الشيخ سامر علي صباح السماح للفنان القطري سعد الفهد بدخول دولة الكويت التي غادرها منذ حوالي عشرون عاما ومنوعا من دخولها لأسباب غابضة وذلك للمشاركة بتشييع جسمان والدته التي توفيت اليوم الاثنين وقال الفنان الفهد وهو بفاة البدون سابقا في الكويت إن لله وإن إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله حبيبتي والدتي أسأل الله أن يتجاوز عنها ويرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويسكنها في السهجنته والفردوس الأعلى موعدنا عند العادل يومي يا رب صبرك وعفو صبرك وعفو صبرك وعفوك ورطفك وحلمك وكتب أحمد الفضلي مناشد على صفحاته في تويتر يقول معالي السيد الشيخ سامر علي الصباح وزير الداخلية نتمنى من وزير الداخلية صاحب القلب الكبير السماح للفنان سعد الفهد في دخول الكويت لتشييع جنز والدته ودفنها وحضور واجب العداء مع شقاء وعلم أنه لا يوجد أي منع قانوني لدخول الكويت والفنان سعد الفهد كتب على صفحاته ما قررنا لكم ولقيت دعوة الفهد لوالدته متفاعلا كبيرا من قبل فناني كويتيين ونشطاء أبدو تعاطفهم معه بسبب وضعه وحرمانه من دخول الكويت في لت هذه السنين ونشهد الصحفي ومقدم البرامج أحمد الفضلي المدير التنفيذي لقناة ايتيفي وقناة فنون ووزير الداخلية السماح للفنان سعد الفهد بدخول الكويت ومشاركة أشققات الشياء جسمان والدته وكتب الفهد كما ذكرنا تغريدة لوالدته وسأسأل الله أن تيتجاوز عنها ويرحمها ويخفر لها ويعفو عنها واسكنها في سهجنته كما طلب الناشط المعروف مشاري بوئيبغاز بيوب ساعة نظر في بضع الفناس سعد الفهد وسامح له بدخول البلاد دواعا الإنسانية مشيلا لأن وجود إفادة سابقة وقدم بها الفهد لدخول الكويت وردته قبل وفاتها وشارك حقوقيون ونشطاء بعضهم من فئة البدون في المناشدة تحت بسم حمل اسم الفناس حمل اسم الفناس سعد الفهد للنظر بقضيته من ناحية نسانية عقب تدوينها الموصلة في نشر وقرج الفنان في سعد الفهد من الكويت في مطلع عام الفين ومنع من دخولها ما أضطره للتسقر في قتل حيث أرجع السبب أن ذاك إلى الفنان عبدالله روشد انتهى من إياه بأنه كان عقار منه وسبب وخروجه من الكويت بسبب حسب التقارير واجهت المنشدات عقب أعلان الفنان سعد الفهد الذي ولد في محافظة الجهراء الكويتية وعاش فيها وفات والدته الإشارة إلى عدم تمكن مرهيات والمشاركة ودعاها الأخير وذلك من خلال تغريض نشرها على حسابه في تويتر شكرا لكم